الحرب في اليمن تدفع بالرياض إلى تحسس الدور الممكن لسلطانة عمان في تجاوز أثارها الكارثية على المنطقة والعالم يوم الثلاثاء زار نائب وزير الدفاع السعودية الأمير خالد بن سلمان مهندس اتفاق الرياض وثالث أرفع مسؤول في سلم القيادة السعودية العاصمة العمانية مسقط حرص الأمير خالد على إظهار أولوية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان دون سواه من زيارة كهذه وحرصه على لقاء السلطان قابوس بن سعد سلطان سلطانة عمان للاستماع إلى وجهة نظره حول التطورات الراهنة في المنطقة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات السعودية الفريق أول روكن فياض الرويلي والسفير السعودي لدى اليمن محمد سعد الجابر كان ناظ من الوفد في إشارة لا تخطئها العين على أولوية الملف اليمني في هذه الزيارة الأولى لمسؤول سعودي بهذا المستوى إلى سلطانة عمان وتأثير هذا الملف على العلاقات التي شهدت فتورا ملحوظا رافقه خطاب عدائي في مواقع التواصل الاجتماعي على الأقل زيارة أثارت اهتمام المراقبين الذين رأوا فيها محاولة سعودية لإنهاء أربع سنوات من الفتور في العلاقات بين البلدين على خلفية الحرب الدائرة في اليمن والتي بلغت في بعض مظاهرها حدا من الخطورة أدركته السلطنة على أمنها القومي وعلاقاتها بجارتها الجنوبية إثر الانتشار المبالغ فيه للقوات السعودية في محافظة المهر المتاخمة للحدود مع السلطنة راغبت الرياض على ما يبدو في الحصول على دعم عماني لاتفاق الرياض الذي تعتبره السعودية أولى خطواتها باتجاه ترتيب الأوضاع في اليمن تمهيدا لإنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من أربع سنوات وسبعة أشهر في هذا البلد سلطنة عمان وعبر وزارة الخارجية أصدرت بيانا مقتضبا عقب زيارة نائب وزير الدفاع السعودي رحبت فيه بجهود المملكة العربية السعودية في التوصل إلى اتفاق الرياض بين بعض الأطراف اليمنية وأعربت فيه عن الأمل بأن يمهد ذلك الاتفاق للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الأزمة الحالية في الجمهورية اليمنية لا يعلم حتى هذه اللحظة ما طبيعة التطمينات التي تلقتها السلطنة من الوفد السعودي الرفيع خصوصا ما يتعلق بتموضع القوات السعودية بهذه الكثافة في القرب من حدود السلطنة مع اليمن وهي قضية تبرر وجود رئيس هيئة الأركان السعودي ضمن الوفد يأتي ذلك فيما تشير بعض تقديرات المراقبين إلى أن زيارة الأمير خالد إلى مسقط ربما بحثت بعمق في مسألة التوصل إلى تفاهمات قريبة مع ميليشيا الحوث الانقلابية التي يتواجد الناطق باسمها بصفة دائمة في العاصمة العمانية